بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الأول متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة اليوم مدتنا رياضيات للفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة عهود مطيري عنوان درسنا اليوم الأعداد من العدد 61 إلى العدد 70 قبل البدء بمشاهدة دروسي التعليمية من خلال قنوات عين الفضائية هناك تعليمات يجب أن أتبعها لكي أستفيد من درسي أحرص دائما أبنائي وبناتي على اختيار المكان المناسب للتعلم عن بعد ويكون خاليا من الضجيج معرفة جدول وأوقات التعليم المباشر متى يبدأ درسي هل هو صباحي أم مسائي أحرص دائما على تجهيز الكتاب المدرسي وأدواتي التي أحتاجها من أقلام وألوان أستمع إلى الدرس بتركيز وتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد مع ابنائنا وبناتنا أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد عنوان درسنا اليوم الأعداد من العدد 61 إلى العدد 70 اليوم سوف نتعلم مهارة كتابة العدد 66 الأهداف التعليمية التي سوف نحققها سويا نهاية الدرس اليوم الهدف العام معرفة العدد 66 الأهداف الخاصة رقم واحد أن يطابق الطالب والطالبة العدد 66 من بين الأعداد من خلال الأنشطة الموجودة بالدرس أن يستخرج العدد 66 أن يسمي الطالب والطالبة العدد 66 أن يربط الطالب والطالبة العدد 66 بمدلوله الصحيح أن يكتب الطالب والطالبة العدد 66 بالشكل الصحيح أن يمثل الطالب والطالبة العدد 66 بخط الأعداد أن يرتب الطالب والطالبة الأعداد بالتسلسل الصحيح سواء تصاعديا أو تنازليا أن يستخدم الطالب والطالبة العدد 66 بالتعامل بالنقود في حياته الواقعية الآن نريد أن أسمي الأعداد التي تعرفت عليها في دروسي السابقة كيف نقرأ الأعداد البطاقة الأولى أسمي العدد كيف أقرأ العدد كما تعلمت سابقا أحسنتم نبدأ قراءة العدد من اليمين إلى اليسار أقرأ العدد أحسنتم 61 61 نسمي البطاقة الثانية نقرأ 62 رائع 62 البطاقة الثالثة 63 63 63 البطاقة الأخرى 64 65 65 رائع 65 65 البطاقة الأخيرة 66 66 66 60 تعرفنا على قراءة العدد بشكله الصحيح في هذه الأعداد وتعلمنا كتابة العدد بشكله الصحيح اليوم سوف نتعرف الكتابة الصحيحة للعدد 66 66 نشاهد البطاقة التي أمامنا نشاهد أسمي العدد أسمي العدد أنطق العدد أقرأ العدد بمفردي 66 نبدأ بالخانة الأحد ويحمل العدد 6 والعشرات أيضا يحمل العدد 6 كيف أقرأ؟ 66 66 رائع 66 درسي يتكون من منزلتين أحد وعشرات اليوم سوف أتعرف على الكتابة بالشكل الصحيح للرقم 66 ننتقل للنشاط الآخر الآن نطابق ماذا أشاهد؟ الباب يحمل عدد ما هو العدد؟ 66 رائع ولدي ثلاثة مفاتيح وهذه المفاتيح تحمل أعداد تحمل أرقام مختلفة أريد أن أطابق المفتاح الذي يحمل نفس رقم الباب؟ ما هو المفتاح الذي يحمل نفس رقم الباب؟ أطابق هل هو المفتاح الأول أم الثاني أم الثالث؟ أحسنتم المفتاح الثالث المفتاح الثالث يحمل العدد 66 والباب أيضا يحمل العدد 66 طابقنا العددين المتماثلين أنتقل للنشاط الآخر ونستمع إلى المسألة الحسابية اشترت نورة حقيبة مدرسية بمبلغ 66 ريالا بمبلغ 66 ريالا أريد أن أحول العدد لفظا إلى كتابة بالأرقام ما هو العدد الذي كتب بالمسألة؟ ما هو؟ أحسنتم 66 العدد هو 66 ويمثل سعر الحقيبة التي اشترتها نورة نريد أن نحول العدد لفظيا إلى ماذا لفظيا كتابيا إلى ماذا بالأرقام؟ نكتب بالأرقام العدد 66 كيف أبدأ بكتابة الرقام؟ كيف؟ نبدأ من اليمين إلى اليسار نبدأ بالعدد ماذا؟ نبدأ بالعدد 6 ويمثل أحد العدد 66 كتبنا العدد 6 والعدد 6 هو عكس العدد 2 6 عكس العدد 2 أكمل 6 أسمع ماذا؟ و60 كيف أكتب الستون؟ رائع أكتبها 6 بالعشرات كتابتي بهذا الشكل صحيحة كتبنا العدد رقما 66 بدأنا بالآحاد 6 وبعدها المنزل الأخرى العشرات 6 ننتقل للنشاط الآخر أكتب العدد الذي يمثل قطع الآحاد والعشرات بالجدول كم لدي قطعة بالآحاد؟ نعد سويا أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة هنا خمسة ستة ممتاز لدي ستة قطع بالآحاد أمثلها بالعدد ستة أمثلها بالعدد ستة في آحاد الرقم العشرات كم لدي قطعة من العشرات؟ القطعة هذه تسمى عشرة لا أقول واحد أقول ماذا؟ عشرة عشرة ممتاز عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون في العشرات لدي ستون قطعة وكتبنا العدد ستة بالعشرات مثلنا العدد من خلال عدنا لقطع الآحاد والعشرات أصبح مجموع ما في الجدول ستة وستون قطعة أنتقل إلى نشاط الآخر أريد أن نتعلم كيف أكتب الرقم ستة وستون هذه الطريقة تساعدني على تثبيت كتابة العدد بشكله الصحيح من خلال السير أو المشي بالنقاط نبدأ سويا الكتابة بالنقاط نبدأ من اليمين بالعدد ستة نبدأ من الأعلى أم الأسفل؟ أحسن ثم نبدأ من الأعلى ستة بهذا الشكل ننتقل إلى عشرات العدد ستة ممتاز تمكننا سويا من الكتابة من خلال النقاط نكتب من خلال النقاط الآن نشاهد المعلمة في كتابة العدد ستة وستون بشكله الصحيح نكتب العدد ستة وستون بشكله الصحيح نبدأ بأي خانة؟ أولاً أشاهد العدد أشاهد العدد ستة وستون ستة وستون الآن سوف أخفي البطاقة نكتب العدد ستة وستون نبدأ بأي خانة؟ ساعدوني بأي خانة؟ أحسنتم الخانة الأولى أحد ويحمل العدد ستة وبعدها خانة العشرات ويحمل العدد ستة كيف أقرأ؟ ستة وستون ستة وستون نكتب سوياً نكتب المرة الثانية للعدد ستة وستون نبدأ بالأحد ستة كما أسمع ستة وبعدها العشرات ستون أكتب مرة ثالثة العدد أكتب مرة ثالثة العدد ستة أحسنتم وستون رائع كتبنا العدد ثلاث مرات أطلب منكم أبنائي وبناتي إحضار ورقة خارجية وكتابة العدد ثلاث مرات العدد ستة وستون يجب عليه كتابة العدد في ورقة خارجية ثلاث مرات وإذا احتجت إلى مساعدة أطلب مساعدة من الأم أو الأب أو أحد أفراد الأسرة واجب كتابة العدد ثلاث مرات كتابة العدد ستة وستون في ورقة خارجية ثلاث مرات أنتقل للنشاط الآخر أختار الكتابة الصحيحة للعدد ستة وستون أختار الكتابة الصحيحة للعدد ستة وستون لدي ثلاث من البطاقات هل هي البطاقة الأولى؟ البطاقة الثانية البطاقة الثالثة أستعين بالذاكرة أختار الكتابة الصحيحة للعدد ستة وستون أحسنتم البطاقة الثانية البطاقة الثانية تحمل كتابة العدد ستة وستون بشكله الصحيح كما كتبناه سويا في درس اليوم أنتقل للنشاط الآخر أكتب العدد الناقص أكتب العدد الناقص في هذه البطاقة عدد يمثل رقم درسي اليوم ولكن هناك عدد ناقص في هذه البطاقة أريد أن أكمل العدد ما هو العدد الناقص في البطاقة التي تحمل رقم درسي اليوم؟ أفكر ما هو؟ أحسنتم العدد ماذا؟ ستة العدد ستة وهو يمثل عشرات العدد ستة وستون الآن تعلمنا سويا العدد قراءة وكتابة وبذلك سوف أطبق هذا العدد في حياتنا اليومية من خلال البيع والشراء هنا السؤال يقول أرسم دائرة حول المجموعة التي تمثل النقود ستة وستون ريالا لدي مجموعتين أختار المجموعة التي تمثل النقود التي تحمل عنوان درسي اليوم ستة وستون هل هي المجموعة الأولى أم المجموعة الثانية؟ أشاهد أحسنتم المجموعة الأولى لماذا؟ المجموعة الأولى تحمل خمسون ريالاً وبعدها العشرة ستون وبعدها الخمسة خمسة وستون وبعدها هنا ماذا؟ الريال ستة وستون ريالاً الإجابة الصحيحة هي المجموعة الأولى وبهذا النشاط انتهيت من درسي كتابة العدد ستة وستون يجب علي كتابة العدد كم مرة؟ ثلاث مرات في ورقة خارجية وأن أعد الأشياء من حولي إلى العدد ستة وستون وأن أستخدم هذا العدد من خلال تعاملي في حياتنا اليومية في البيع والشراء أشكركم أبنائي وبناتي أترككم في رعاية الله